إذن مشاهدين الكرام بعد هذا النقل المباشر من المشاعر المقدسة نعود إليكم من الأستوديو لنرحب بضيفنا الذي انضم معنا مؤخرا فضيلة الشيخ إبراهيم السيود حياكم الله شيخنا الكريم حياك الله وبياك أستاذ علي وحيا الله مشاهدين ومشاهدين يا مرحبا حياكم الله شيخنا في بداية الأمر دعنا نتحدث عن بعض الأمور التي تحدث عند البعض تساؤلات بأن ما يقومون بها خلال هذه الأيام العشر من أعمال هو من باب الاستحباب وليس فرضا حبذا لو توضحون هذا الأمر طيب من حقيقة أخي العزيز هذا التساؤل الذي ربما يصدر من بعض الإخوة والأخوات فيما يتعلق أن هذه الأيام العشر المباركة أن الأعمال فيها من باب الاستحباب وليس فرضا وهذا كلام صحيح ولكن يا إخوة يا أخواتي إن حسن استغلال الأوقات وخاصة في الأيام الفضيلة المباركة العظيمة التي نشهدها نحن وأنتم في هذه الأيام العظيمة هو دليل على محبتك لله سبحانه وتعالى إن استغليت أحسن استغلال فهو فعلا دليل على محبتك لله تعالى ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أليس ذكرك لله سبحانه وتعالى من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح أليس في منتهى اليسر أليس هو في غاية السهولة أليس فيه تعب ولا يعتريه نصب فذكرك لله سبحانه وتعالى وتسبيحك له وتمجيدك له سبحانه وتعالى وتكبيرك كذلك وتهليلك في هذه الأيام الفضيلة المباركة قد أمرنا به ربنا جل وعلا في كتابه العزيز فقال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي الأيام العشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء والذكر عموما مستحب في هذه الأيام بل في كل الأوقات كما أن الاكثار من الأعمال الصالحة عموما في هذه الأيام العشر وبركة من ذي الحجة محبوبا عند الله جل وعلا فنحن عندما نعمر هذه الأوقات الفاضلة في هذه الأيام وفي هذه المواسم المباركة نعمرها بطاعة الله ونعمرها بالاكثار من صلاة النوافل ومن قراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأم معروف والنهى عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة فسنتقرب حينها أكثر إلى الله جل وعلا وإذا قربنا إليه سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة المباركة الطيبة فسيحبنا الله نعم سيحبنا وإذا أحبنا كنا سمعه سبحانه وتعالى الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألنا لا يعطينا ولئن دعوناه سبحانه وتعالى لا يجيبنا فهذا كله بتقربك من خالقك سبحانه وتعالى بالنوافل وباستغلال هذه المواسم وهذه الأوقات الفاضلة لذا أخي ويا أختي داو جراحكم وداو همومكم وعالج أنفسكم بمزيد من هذه النوافل وبمزيد من هذه القربات في هذه المواسم العظيمة المباركة وفي كل وقت وفي كل حين فإن فعنا ذلك أحبنا الله وجعلنا في حصنه وحرزه وتوفيقه وعشنا جميعا في سعادة عظيمة لا شقوة بعدها أبدا وهذا كل ما يرجوه كل إنسان مننا في هذه الحياة المباركة فأسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وذكركم أحبتي بيوم عظيم غدا هو يوم عرفة فعلا هو يعتبر من صيام النوافل ولكن أجره عظيم فلا بد أن نحرص على صيامه غدا نسأل الله تعالى بإذن الله شيخنا سنتحدث بإذن الله بشكل مطول عن يوم عرفة ولكن في هذه الدقائق وكما تعلم وكما يعلم المشاهدون الكرام الآن الحجيج في مشعري من كلهم مجتهدون في عبادتهم وفي طاعتهم ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة ومختلف الطاعات والعبادات ونجدهم يعني يجتهدون في ذلك كيف للحاج وكيف للمسلم خلال هذه اللحظات كيف يتحقق هذا المعنى معنى الشعور العظيم الذي يقف فيه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم في هذا اليوم العظيم يبدأ الحاج الذي يجمع في طياتها كما ذكرت تعبد والعمل والجهد والكلفة كل هذا كي يخرج الإنسان كيوم ورده أمه فنرى أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على عباده المؤمنين الإتيان إلى بيت الله الحرام من كل فج عميق فيدخلوه متواضعين يدخلوه خاشعين متذللين كاشفين عن رؤوسهم متجردين عن كل لباس إلا من لباس واحد هو لباس الإحرام ذلك اللون الأبيض الذي يلبسه الفقير والغني ثم بعد هذا كله وبعد هذا الجهد وبعد هذا العناء والكلفة وبعد تحقيق الإخلاص في كل شيء يقوم به هذا الحاج وبعد الاقتداء الكامل بما أرشد به المصطفى صلى الله عليه وسلم في أدعي هذه المناسك يأتي حينها الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا عائدا إلى أهله وعائدا إلى مسكنه ووطنه كيوم ولدته أمه ولكن بشرط حسمها وبيّنها الحديث العظيم فعن أبي هرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وفي رواية أخرى للبخاري رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الله أكبر ولم يرضى ربنا سبحانه وتعالى لقاصد هذا البيت الذي يتعبد ويعمل واشتهد من الثوابي دون الجنة فجاء في الحديث الصحيح أخي الحبيب أنه صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفرت لما بينهما والحج المبرور الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة جزاكم الله خير شيخنا حقيقة الوقت انقضى معكم ولا زال لدي الكثير من الأسئلة ولكن الوقت داهمنا شيخنا الفاضل شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا مبارك الله فيك حبيبي جزاكم الله خير واحسن الله إليكم وجمع الله بكم دائما على خير ومحب بإذن الله